بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا في سؤال بيتردد من وقت للتاني لازم نسأله لنفسنا اعمالا لقوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصير سؤال مجتمعي من السؤال الفردي بس السؤال نسأل فيه نفسنا كلنا هو احنا حصل خصم في الثقافة بتاعتنا حصل فيه لغبطة في هويتنا طب السؤال ده ايه لازمته السؤال ده لازمته حاجة مهمة جدا جدا ان ثقافتنا وهويتنا دولة اللي بيدونا طعم وبيخلي حياتنا لها طعم ولو ده مش موجود في الغالب بتبقى فيه مشكلة المشكلة بتكون فين تعالوا نتكلم مع بعض تعالوا نقعد مع جليس مختلف شوية جليس يخلينا نحس ان احنا قاعدين مع بعض بنتكلم عن حن على فكرة احنا نتكلمش عن حاجة بس ان الناس المثقفين لا 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 بنكلم عننا وانتوا عدتشوفوا ان احنا بتكلم عننا كلنا تعالوا نشوف ايه اللي حصل في مجتمعنا لما بدأ السؤال ده يغيب عننا احنا لازم نتحقق دايما ان ثقافتنا ثقافة صحيحة وان احنا محافظين على هويتنا الاصيلة بس ده مش هيكون غير بالوعي يعني لما نيجي نجلس واندور على هويتنا واندور على كمان على ثقافتنا لازم يبقى في المركز الكلام عن الوعي ويمكن ده المفهوم اللي ممكن نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امع يقول انا مع الناس ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساء الناس اللي تصدموا الوعي عندي معناه هو المعرفة المهيئة للعيش بها يعني ايه يعني امتى الواحد يبقى عنده وعي لما معرفته تساعده على ان حياته تبقى افضل وان معرفته دي تكون جاهز عشان يعيش بها ولذلك لازم الوعي يبقى فيه فعالية وتظهر هذه الفعالية في الحياة ولذلك الوعي بطبيعته صناعة ثقيلة ومتعددة الابعاد ليه باتكلم عن الوعي عندنا مشكلة دلوقتي في الوعي الاولاد بيتخرجوا من الجامعة مش عارفين يختاروا مجال العمل ففيه ضعف في الوعي بسوق العمل فيه وعي منخفض في مسألة ادارة الازمات الاقتصادية في المجتمع فيه مشكلة في الوعي السياسي فيه مشكلة في الوعي الاجتماعي وإلا فقلولي نسب الطلق زادت ليه أنا دايما بقول كده لما يحصل مشكلة اجتماعية ابحث مش ابحث مع الشرطة ابحث مع كل المجتمع عن الوعي وفيه حاجات لازم نتخلص منها واحنا نتعامل مع الوعي اول حاجة ودي ساعات بيسميها المثقفين التبوهات اول حاجة الوعي مش فرع العلم او قرير العلم لكن بيتبني على العلم اه الوعي هي قيم هو مجموعة قيم تلاتة المسئولية والانتماء والامل والارادة والرؤية ده ممكن تكون لحد ماكملش تعليمه وده مش معناه ان احنا بنهدر قيمة التعليم لا الوعي مهم مهمة في كل الطبقات ونزاك لازم نحترم الناس اللي عندهم وعي حتى وان كانوا ما حصلوش على قدر من التعليم نحترم وعيه ومن الامور اللي بتهدد الوعي هي الفجوة احنا حوالينا كل حاجة بتتغير احنا لغاية دلوقتي احنا لسه في شهر خمسة وكان من يومين تلاتة المطر بتمطر والشمس طلع فيه تغيرات في الكون فيه تغيرات في المناخ وفيه تغيرات اقتصادية فيه حروب فيه اشياء كتيرة جدا فيه تغيرات حصلت بس التغيرات ما قبل انتهاش تغيرات في الانسان التغير في الانسان بقى قليل وعشان كده حصلت حاجة بسميها الفجوة ما بين التغير التغير التغيرات والتغير وده اللي احنا بنسميه الفجوة والفجوة دي مش هتترد المغلب الوعي كمان لازم نلتفت ان فيه اختلاف في السمات الانسان المعاصر الاختلاف ده ادى الى ايه الى بعد شويتين تلاتة عن الهوية الوطنية واثرت علينا تأثير ضخم جدا 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 زي زيادة الفردنية وزيادة الميزاجية وزيادة كمان المظلومية وزيادة التشكك وزيادة كمان الاحباط وزيادة كمان ان زيادة فينا الحساسية وزيادة فينا العشوائية بس لازم نقول ان الوعي مقصود للتنمية الوعي مش مقصود لزيادة الوعي مقصود عشان المجتمع يحصل له تنمية فلازم يكون الوعي ده عندنا كمان لازم نقول كمان حاجة ان الوعي لا يحتكر ما فيش حد هيقدر يحتكر الوعد يعني مش مؤسسات التعليم بس هي اللي هتكون محتكر الوعد ولكن وعي بيكون لكل الناس لازم تشارك فيه وانا باعتباري بتكلم في برنامج ديني انا لازم اتكلم عن حاجة مهمة جدا الوعي بالهوية الدينية المصرية ايه يا مولانا ايه حكاية الهوية الدينية المصرية وفيه هوية دينية مصرية وفيه هوية دينية غير مصرية اه زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا الهجرت ولكنت مرأة من الانصار ففيه سمات بتميز الهوية الدينية المصرية عن غيرها اقولكم حاجة ولما بعدت الهوية الدينية المصرية عن ما صارها الصحيح حصل لنا مشاكل لذلك احنا لازم نحافظ على الهوية الدينية المصرية زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم امرنا امرنا الاهل الانصار ان يتمسكوا بالخصائص الراقية الموجودة فيهم انا كمان بدعو اهلنا في مصر انهم يتمسكوا وكل في كل مكان في كل بلد كل حد يتمسك بيه مفردات الهوية الدينية المصرية وانا بتكلم هنا في علمه مهم جدا جدا لازم نتكلم عنه علم اسمو علم اجتماع التدين قعدت افرز ايه اللي يخلي الطلبة مثلا من جنوب شرق اسيا ييجوا ويعيشوا معانا هنا في مصر ويفرحوا قوي بصحبتنا مع ان فيه مراكز علمية تانية لكن هما بيفرحوا عشان التدين المصري تدين مختلف ليه سمات مختلفة واقعدت ادرس الكلام ده سنوات طويلة لغاية ما طلعت بسبع سمات بتميز التدين المصري وتصنع من ده الهوية الدينية المصرية زي ما احنا عندنا هوية بصرية مبادرة كان بتكلم عن الهوية البصرية المصرية كمان احنا عندنا هوية دينية مصرية اول سمة من السمات السبعة في الهوية الدينية المصرية ان التدين المصري انا اقول الكلام بلغتنا وبعدين اقول كده ان التدين المصري تدين حنين تدين مليان رحمة وطيابة اه والله تدين مليان رحمة وطيابة فهو تدين تستطيع ان انت تقول تدين حنين أنا أتكلم عن التدين يعني ممارسة الدين مش بتكلم عن العلم بتكلم دلوقتي عن الدين بمعنى ونزاك بقى الهوية الدينية المصرية يعني هوية التدين المصري مقاما كانت الأزمات كنا دايما بنقول محدش بينام من غير عاشا ليه؟ عشان بينزلوا الأكل من السماء لا أكيد الطيبين هيقفوا جنب بعض شوف يا سيدي لما الدنيا كان بتقرس على الناس الغلاب عملوا فكرة لطيفة جدا جدا عشان يساعدوا بعض وعملوا فكرة الجمعية فبقى فيه جمعية الجمعية دي عشان الناس ما كان كل واحد يقول فيها كل واحد أنا ما ليش دعوة أساعدوا ليه وهو ياخدوا الأول ولكن كانت إيه لحصل؟ الجمعية دي كان نوع من أنواع الحنية نوع من أنواع التراحم بنا ولا يا سلام لما حد يتوفلوا حد ويعملوا له أكل ولا يا سلام لما حد يلاقي مليون واحد لما يكونوا جيران مليون واحد يساعدوا ولا لما نلم البعض في الشغل عشان لما يحصل لحد مشكلة وكمان ممكن على فكرة نشتغل مع بعض في الغطان عشان فلان وما حدش يقدر يمكن أن احنا مازلنا حتى الآن عندنا حاجة سمع النقطة بنقط الشخص ده عشان الرحمة والطيابة وغير كده من الطيابة الكتير بقى أشكال من الطيابة فأول عنصر عندنا في التدائم المصري الرحمة والطيابة فعشان كده التدائم أعظم حاجة فيه الـ A-S-E-D ده عمل حاجة غريبة قفة في مجتمعنا خل المجتمع متماسك خل المجتمع مليان جدعانة خل المجتمع فيه تطبة خل المجتمع فيه حنية وزيك إلا حاصل لما جلنا تدين ورد علينا تدين فيه قسوة وفيه شدة عرفنا إن ده مش بالشكل اللي احنا بنحب احنا بنحب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولما التدين اللي لقيه بيعمل قسوة ما بنفرحش بنزع الصفة الثانية بقى اللي في التدين بتاعنا إنه هو تدين عشري آه والله عشري فالصفة اللي عندنا إيه الألفة والودودية التدين عندنا من أهم سمات التدين الهوية الدينية المصرية إنه هو تدين مليء بالألفة والودودية يعني عشري يعني لما تقابل حد عند المصرين كده تحسي إيه يقولك وش ومنوره كأنه عرفه من زمان تعرفه من زمان إيه ما تخليك كده زي أنا روحت بعض الدول الناس هناك ولا يجب الله يعني يعني الواحد بيبصرك كده يجيبك من فوقك ومن تحته ولا ينطق ولا يسلم ولا حاجة إحنا مصرين كلهم عادين يكلمهم بعض طول الوقت ففيه سرعة في التعارف غريبة الشكل ملحوظة ويا سلام لما تروح لجروبات المميز تلاقي بقى إيه اللي حاصل يعني كلام مالوش آخر إيه فرط إيه فرط الألفة ديت وكأنني معرفش أنت مامة فلان مامة فلان أولا ويا مامة فلان إيه اللي يفتح باب المواد ده والرحمة كده ففيه ألفة فيه ودودية ونزاك إيه وده كأن ده التطبيق لحديث رسول الله سلام تسلم على من تعرف ومن لا تعرف ولما تقعد مع سوائين التاكسي حق غريبة جدا الناس بقى اللي بيقولوا الرغي ده يا سيدي ده واحد ألوف بس هو في الحقيقة ممكن ألفة بتاعته محتاجة انضبط شوية بس هو اللي حاصل بس هو ألوف فتحس إن ده عمل في مجتمعنا حق غريب قوي خلانا متمسكين وخلانا قريبين من بعض خلانا منتطمن ببعض وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر فبقت فيه طمأنة وفيه اندماج وفيه حب للحياة والناس السفة الثالثة بقى في الهوية الدينية المصرية وفي تدين المصريين إنه تدين عنده محبة اسمها اسمعنا الضق عنده محبة خاصة لله ولرسوله يعني إيه لله ورسوله هي الراجل يكون مطاين الدني بس بيقول إن ربنا بيحبني ومش هيسيبني الوحد وكأنه بيعمل زي الصالحة التي كانت تقول اللهم بيحبك لي اغفر لي فقال الله سيدة أنت ما تقوليش الكلام ده قولي اللهم بيحب لك قالت لولا حبه لي ما أقامني لي أدعوه المصريين عندهم كده فلزي كما سميه ددين العاشقين هم عاشقين ربنا وعاشقين حضرة النبي بيحبوا الله ويحبوا حضرة النبي وهو ده اللي بيخليهم يتزنوا ما بين الحب حب الله ما دخل المسجد الراجل خلاه يسلم نفسه ليه ويرجع بإن ربنا بيحبه فكرة إن ربنا بيحبه دي مركزية إن حضرة النبي بيحبنا لدرجة المصريين يقولوا سيدنا النبي بيحبنا لجلل نبنته عندنا إيه ده حاجة تانية خالص الحاجة السما الرابعة من سمات التدين المصري إن هو تدين صافي سالك أنا أسفي يعني بالتعبير بس هو أنا بقول الكلام ده عشان أهلنا وناسنا يبقوا فهمين تدين صافي وسالك صافي يعني إيه تدين بسيط وسهل ما فيهوش التعقيد يبقى الصفة اللي عندنا أو السما اللي عندنا إن هو تدين إيه تدين ماله سهل وبسيط تلاقي الناس لما تيجي تتصدق واحد مش لاقي حاجة يتصدق بياه يسكت لا يتصدق بإيه بالفول النابت إيه ده إيه البساطة دي يعني مفهوم الصدقة تحول إلى مفهوم بسيط كده مش لازم بقى زي الست اللي في أكتوبر اتبرعت بتهابها واتبرعت بشعرها وزي الست اللي اتبرعت دلوقتي بغواشها إيه اللي حاصل وزي هم هم بيحبوا يتصدقوا عشان يجيبوا خر الأموات عند المدافن فيتصدقوا باللي لقين وبالبرطوان والقرس فده خلى المجتمع ماله عنده راحة في القلب وعنده أمل أن ربنا هيسر الحال وزيك المصريين مش بيكملوا عشاهم نوم لا ده بيكملوا عشاهم إيه رضا بساطة وزيك إيه اللي حاصل ما عندهمش مشكلة بيبضروا متماسكين مهما كان الحال الصفة الخمسة دي صفة لذيذة قوي بقى في التدامي المصري إنه هو التدائن إيه بقى إن التدائن مصري تدائن بهجة وفرح حق غريبة جدا مصريين يحبوش التدائن النكد ده زيك لما ييجي حد مرة لما استوردنا بعض بعض الناس يقرأوا القرآن قالوا هو بيعيط اللي بيوال والفلان ده اللي يسموه بيوال لا الخشوع عندنا خشوع الشيخة الخشوع الجميل الخشوع اللي يخليك حاسس لسه إن الكرآن جميل خشوع خشوع مين خشوع المنشاوي مش خشوع اللي بيأصر اللي بيأصر عينيه عشان تنزل دموع ونزاك اللي حاصل المصريين فهمين إن التدائن فرح أول ما يدخلوا المصريين على الروضة الشريفة يعرفوا إن المصريين وصلوا ليه؟ يزغرطوا مع علاقتهم والدين عندهم فرحة فيعملوا توشيح ويعملوا احتفالات بالمولد ويجيبوا حلوة ويوسعوا على العيال أصل الدين ماله وهنا الدين بقى عنده فيه شيء أثر الدين عندهم إنه بقى فيه خلى المجتمع متماسك لأن الدين دين سعادة وجمال ويقول لك يا جمال النبي فالدين أصبح دين سعادة وجمال الصفة الستة بقى الإبداع والابتكار المصريين تدينهم مليء بالابتكار ويزاك يقول لك القرآن نزل فيه الحجاز بس تقول لي في مين؟ تقول لي في مصر ليه؟ هم اللي أبدعوا فيه تلاوة القرآن بالمقامات والإبداع فيه إبداع وكأنك تبين على قلوبهم من علامات صدق الحب قال لي إبداعوا في حب البديع ربنا رزقنا بإياهم أهل السماجة وقالوا لك لا ما لم يفعله النبي فهو بدع على فكرة العبارة دي بدع لأن النبي ما إلهاش بمناسبة أنا أطبع عليك اللي أنت قلته أنت مبتدع لأنه بمناسبة يعني إحنا المصريين عملنا أبدعنا في العلوم وأبدعنا في تلاوة القرآن وهو أدوة اللي خلق القرآن جليل وعظيم في قلوب الناس فعرفوا يعني إيه جمال القرآن وعرفوا يعني إيه تفسير القرآن لما قرأنا بقراءة تفسيرية على إيد الشيخ مصطفى اسماعيل وعلى إيد الشيخ البنى وعلى إيد الشيخ الحصري رضي الله عنهم جميعا ويا سلام على الإبداع بقى لما يعملوا شرط رمضان إبداع ولا موائد الرحمن ما كل ده إبداع وكلهم بيعملوا زي السيدة عائشة لما طيبة الصدق وعشان كده المجتمع لما حصل فيه ده تماسك المجتمع لما حس إن الدين بيتجدد وبيتسع وفهم الدين فهم صحيح ما فيموش يدين فهم ضيق السما الأخيرة على فكرة مش هي دي السماات بس دي أهم دي السماات المركزية إن التدين عند المصرين تدين وسع بالتقبل للتنوع التدين واسع عادنا فترة زمان كان يجي لوحد يقول لنا إيه يقول لنا أنا عرف بيئات بيئات مذهب شافعي سواء كانوا عرب أو غير عرب وأعرف بيئات مذهب مذهب مالكي إنتوا ليه المصريين كده عندكم كل المذهب عشان إحنا عارفين الدين دين وسع بنقبل الكل أقول لك حاجة إن إحنا كده عارفين ماشيين على سنة حضرة النبي كمان لما استقبل وفد النصارى الناجران ولما عاش مع اليهود في المدينة إحنا عارفين إن الدين دين وسع وبنتقبل كل المخالف لنا وبنتقبل المخالف لنا إن الدين بيسمح بالتنوع فبنعيش عايش مشترك وعارفين إن الصفات مهما اختلفت لكن إيه اللي حاصل ده بيقربنا من نموذج المدينة وعشان كده إيه اللي حاصل حصل تماسك فالتدين المصري والهوية المصرية اتبنت فيها حالة من حالات التوسعة فبقينا كلنا بنعيش مع بعض ونبقاش عندنا التدين المصري التدين طارد زي ما حصل لما جيه الوافد اللي وفد علينا ده التدين المغلق احنا تديننا تدين مفتوح وعشان كده التدين ده خلى الناس المصريين حقيقيين هقولك حاجة ليه الناس بتحب تيجي لمصر وتقعد مع المصريين عارفين ليه؟ عشان حسين إنهم حقيقيين أنا مش هتكلم معكم كتير احنا مفروض نعمل إيه بس أنا عايز أقول لكم حاجة انتوا لازم تحافظوا على السمات السابعة للتدين المصري وتسعوا دايما إن انتوا تحافظوا عليه افتكروا ان التدين المصري تدين أول حاجة أول سمة ان التدين المصري تدين رحمة فالتدين ده تدين حنين التدين المصري كمان تدين في ألفة وودودية فهو تدين عشري التدين المصري كمان تدين محبة خاصة لله ورسوله فهو تدين العاشئين اللي بيحبه وكمان التدين المصري ده تدين بساطة وسهولة فهو تدين صافي وسالك رقم خمسة التدين المصري تدين بهجة وفرح فهو تدين حب الحياة والتدين المصري تدين الابتكار والإبداع وعشان كده تددين بيتجدد مع كل نبرة صوت بتطلع من الشيخ مصطفى والشيخ محمد رفعت التدين المصري الصفة السبعة اللي فيه تدين وسع لإنه بيتقبل الآخر تعالوا مع بعض كده نعمل شوية إجراءات لطيفة محدش يتنصل من الوعي فإيه اللي حاصل كلين نتمسك بالوعي محدش يخاف محدش يخب بنفسه الهوية المصري ما هو هوية فيها قيمة إضافية افتخر بهويتك افتخر بهويتك الدينية وما تسمحش لحد يطعن فيها ما تسمحش لحد يكلمك على إن فيه شرك ما تسمحش لحد يكلمك على البدع لأن البدع دي هو الكلام بالتوسع عن مفهوم البدع وإن كل ما نفعله ده ده يفسد أبداً إيهوها تسمح بده وإحنا لازم نرجع تاني والأسرة تمارس دورها والمسجد وكل مؤسسات الوعي والجامعة كله يمارس دوره في التوعية بهذا النموذج العبقري في الهوية المصرية الدينية تالت تاني حاجة لازم نعمل جلسات استماع موسعة إيه المعوقات اللي عندنا ولازم الجلسات دي تبقى نوعية إيه المعوقات اللي عندنا اللي بتخلي اللي بتخلي التدين المصري ما يفضلش قاين بدوره وأنا شايف أن من أهم الحاجات اللي لازم ننقشها هو إحنا قد إيه قادرين نفعل السمات السبعة اللي إحنا ذكرناها ده لو إحنا فعلناها أنا بقول لكم العالم كله هيقدر يعرف الجواب ليه العالم كله قلبه بيحن المصر عشان هذا التالي الجميل أنا بقى فيه إجراء كده مهم لعل الناس ويبتتناقش ولعل الناس ويبتتكلم تعمله احنا محتاجين نراجع للخطابات المختلفة كلها أنا آسف أنا في الإعلام محتاج أن احنا نراجع لخطاب الإعلام راجع لخطاب الدين راجع لخطاب الاجتماعي راجع لخطاب الاقتصادي احنا محتاجين مراجع للخطابات مراجع ليه؟ أنا شايف أن فيه مشكلة حصلت هذا التسلل هذا التحالف مع الشيطان لمنع المصريين نبقوا حنيينين وأنهم يبقوا قاسين ويدخل مفهومات بقى على التبديع والشرك ده ده نوع من أنواع الخيانة للهوية المصرية هناك خيانة للهوية الدينية المصرية ولازم هذه الخيانة توقف بكل وضوح احنا هذه الهوية الدينية المصرية جزء من تطبيق سنة رسول الله والحفاظ عليها واجب شرعي حفاظ على هذه السمات لأن ما في سمة من السمات السبعة لأنا قلت لكم إلا وعليها أدلة شرعية وأي حد بقى يجي يقولك لأ أنتم تميلون إلى اليسر احنا من المزعلك يعني احنا بنحب الرحمة يا أخي انت بتحب التشد بتحب التشد ما تجيش تتكلم انت اللي صاحب المعصية مش المصريين المصريين سهلين بيحبوا ربنا آه عندهم أمل في ربنا آه عندهم تعلق بالله آه عندهم دوابان في حب رسول الله آه ولذلك يبقى لازم الإجراء الرابع يبقى عندنا استراتيجية واضحة لمسألة الوعي والحفاظ على الهوية الدينية المصرية وأهمها لابد أن احنا نتكلم عن المكونات اللي احنا قلنا ولازم يبقى عندنا السمات دي لازم تكون في برامج تدريبية توعوية للخارجين من الجامعات وكمان للدعاء عشان يحفظوا ويتكلموا طول الوقت بهذه الأمر بهذا الأمر ولازم يبقى عندنا منظومة لقيم الوعي ويكون على رأسها حب الحياة ومواجهة الكراهية والانتماء ومعنى أن الوطن قيمة وليس محلا نعيش فيه ده اللي احنا ممكن نقدر نحافظ به عن الهوية المصرية الدينية لأن ده كنز أنا عايزة أقول لكم حاجة أنا عندي الحفاظ على الهوية الدينية المصرية هو الاحتياط الإنساني الذي يجب أن نحافظ عليه ده هو ده الحل ده أمر جليس كنا لازم نجلس معاه لازم نتكلم بجد لازم نتكلم في قضايانا لأن احنا واتكلمناش في قضايانا إزاي ما نعا يمشي لازم نتحاور حول ده لازم نتكلم حول ده لأن ده محتاج شغل كتير ومش محتاج أن احنا نتهاون يا سيدة احنا عندنا صفحتنا صفحة بالنمج والله تعسره اللي بندلقى عليها أسئلتكم دايما وبندلقى عليها أسئلتكم وبنفرح فيها لأن مجالس العلم بتستمر ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نعيش مع بعض والله عارفين أحلى حاجة هي إيه إني على صفحة وفي البلنامج بعيش معاكم بعيش معاكم الهوية المصرية بحب الجمال وبحب الخير اللي دايماً بييجي من كلامكم ونكمل معاكم ونشوف أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بالنمج والله تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحاتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج والله تعسره الصفحة اللي هي في الحقيقة بتخلينا مع بعض بنعمل دور بنحاول نكون لنا دور فيه إن احنا نحافظ على الهوية الدينية المصرية لإني من غير كلامكم معانا ومن غير كلامنا مع بعض احنا ممكن كتير من مفرداتنا وكتير من أصولنا الدينية ممكن تتفك وإحنا عايزين نحافظ عليها عارفين ليه؟ لإن الأعمدة السبعة اللي لو صح التعبير الأعمدة السبعة في الهوية الدينية المصرية أعمدة السبعة دولة دولة أعمدة من نور لإن هي في الحقيقة موصولة بمدد الغفور وكمان هي محبة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا نتمسك بالأعمدة السبعة دي وتعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا على صفحة بنامج ولا تؤسره بيقول إيه؟ لو سمحت أنا حماتي أجبرت زوجي على إنه يطلق هل يجوز لزوجي إنه يطلقني ويسمع كلامها ولا لا؟ أنا شايف في الحقيقة إنه خلاص أو عمل كده فأنت بتسألي النواة اللي عمله ده حرام ولا حلال؟ لا أولا ما فيش حاجة اسمها إنه لازم نتكلم في نقطتين مهمين هو زوجك لما بيقولك إنه حماتك أجبرته إنه هو يطلقك هو بيدعي إنه ده هوت من باب بر الوالدين لا ده مش من باب بر الوالدين ودي أول مسألة يبقى أول مسألة هل ده من بر الوالدين ولا؟ لا مش من بر الوالدين أمر الثاني هل لما هو طلقني كان ده حلال ولا حرام؟ أنا أجاوب على السؤالين السؤال الأولاني إن بر الوالدين بيكون فيما يخصهم لا فيما يخصك يعني إيه؟ لو أقول لكم شوية أمثلة ومحدش يستغرر أول مثال لو إني الأب أو الأم قالوا لابنهم طلق مراتك فما طلقهاش وليس بيآثم إيه ده؟ وده مفوش بر مش ده مفوش بر الوالدين لا ده ملوش علاقة ببر الوالدين ده له علاقة بإيه؟ إن أنت مقتنع بفكرتهم ولا؟ لأن بر الوالدين فيما يخصهم طب ومسألة زواجك من زوجتك لا ده يخصك أنت هل من بر الوالدين إن الأب يقول لك بيع عربيتك؟ فإذا أنت ما بعتش عربيتك يبقى دوة ده من عدم البر لا لكن أنت اللي عملت كده أتخلي قلبه سعيد آه لكن أنت واجب عليك أن أنت تبيع عربيتك؟ لا واجب عليك أن أنت تطلق مراتك؟ لا واجب عليك أن أنت تسيبت كلية أنت فيها وتروح كلية تانية؟ لا واجب عليك أن أنت تدخل كلية اللي هو ما مخترهمك؟ لا ليه يا مولانا كل ده عشان كل واحدة من دي ايه يا سي دي تخصك مش تخصه يجب ان انت تتجوز اللي هم اختروها لك لا بس انت لو عملت كده هيكون احسن و هيكون دوة ادوة من العلاقة لان هم لو انت تجوزت واحدة غير اللي هم اختروها لك هتبقى مش هتعرف تكمل كويس يعني يبقى اول حاجة لا هو ما كانتش واجب عليه ان هو يطلقك اذا كانوا هم فما فيش حاجة اسمها اجبروه اجبروه لا ده ما فيش اجبار هو اختار ان هو يطلقك ونيجي بقى للمسألة التانية هو لما طلقني ده كان حلال ولا حرام ما قدرش اجاوب مش معنى انه انت دلوقتي اللي بتسأليني وبتقوليني ان امه اجبارته ان انا اقول ان طلقه ليك كان حلال ولا حرام ماينفعش اجاوب على ده ليه لان انا عشان اعرف ان الطلق ده اللي هو بيطلق الزوج عشان اقدر اقول انه كان ده حلال ولا حرام لازم اسمع منه وانا ما اسمعتش منه ولكن اقولك حاجة اذا كان الطلق ده طلق ظالم ظالم يعني ايه الشخص ما فعلش ما امره الله سبحانه وتعالى به وما امره به صلى الله عليه وسلم وعاشرهن بالمعروف فالله حصل فما امسكش بمعروف هو ما سرحش باحسان او ده ظلم ده ظلم فهو لازم يمسك بمعروف ولما يسرح يسرح باحسان انا بشوف ناس كتيرة كل اللي عمله بس انه راح تضلق مراته بس لانه عينه زاغت فقال لك ايه اطلقه عشان انا مش عايز اقع في الحرام بس في حرام ان انت ظلمت واحدة وكسرت بخطرة وكسرت قلبها فالطلق لابد ان يكون ببأس بسبب لو الطلق من غير السبب لا ده ظلم انا جاوبتك على السؤالين اما اذا كان الطلق بقى لسبب في استحالة للعشرة لا ازاي نقوله ان الطلق ده في ظلم لا مفوش ظلم ده وازاي كان مش عادر اقولك زوجك اللي انت كلمتيني عنه ده هو لما طلقك ده كان طلقه حلال ولا حرام بالعين كده مش عادر لكن اقدر اقولك ان الطلق لو كان عن ظلم يبقى حرام انما الطلق لو كان عشان يغني الله كل من فضلي لا ما يبقىش دوات حرام بالعكس في بعض الاحيين ان دوات بيكون دوة دوة الايه لمرض عضال فبيكون دوات اريح السؤال اللي بعد كده بيقول انا كنت متزوجة ما كملتش سنة وبدأت المشاكل جوزي خد دهب يشاله برا عند اخواته لان حماتي طلبت تاخده اتحجج بي وانا رفضت وبدأت وبدأت تعمل مشاكل معايا بدون سبب رغم انها هي التي اللي مختاراني وجوزي كل كلمة يقولي انا مش مختارك راحت حماتي قالت انا مش عايزاك في البيت لو هو عايزك ياخدك ياخدلك مكان برا راح قال انا مش عايزا انا قلت لاخواته انا عايزا انا عايزا اعيش مش عايزا لا دهب ولا فلوس بس رفض وقالها طلعك عشان يرضي امه واخواته بس انا تعبانة يا شيخ ونفسيتي متدمره مش عارفة اعمل ايه تنصحني بايه يا شيخ على العلم ان دي كانت تاني جوازة ليه يا مراته اولى توفيت وانا كنت بنت المسألة دي عندي دي مسألة استشارة مش فتوى اكتر ما هي استشارة انا شايف ان في حاجة انت بتعمليها بس دي هو مش هو اللي سألني ده انت اللي سألني انا عكلمه هو بعطيش شوية بس انا لازم اكلمك انت الاول انا شايف ان في حاجة انت بتعمليها غيرت نفس حماتك اللي هي مختراكي لما حسي لما هي حسيت انها بعد ما اخترتك ايه اللي حاصل ان انت وكأنك ايه اللي حاصل اتقلبت عليها وخدت بنها منها وحست انا قسف يعني الامعات بتقول للتعبير ده ان انت مسكنت لغاية ما تمكنت انا مش عايز اصلمك وقولك ان الكلام ده صحيح ولا مس صحيح مش قضيتي لكن انا قضيتي ان انا فسرلك وقال ليه حصل ده ولذلك دايما بنقول الحكمة دي اقرب طريق لقلب جوزك اهله ولذلك المسألة بسيطة لو انت عايزة تصلاح علاقتك بجوزك وما يحصلش طلاق او ما يتجوزت عليك عليك بامه عليك بحماته وانت تعالي قولي لها وانت ستات زي بعض اعترفت تتكلموا مع بعض واحمليه على انك انت كنت قللت الخبرة وقولي لها واسأليها قولي لها انا اعمل ايه عشان اصلح العلاقة بيني وبين زوجي فانا قلتلك ابتدي معاها واطلوب منها النصيحة لو رفضتك وشدت عليك وعملت اي حاجة اطلوب منها النصيحة مرة تاني وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادو تحبو حاولي تجيبه لها هدية تجيبه لها هدية تقولين انا هنافق انت مش بتنافقي انت بتصلحي ذات البين بينك وبين زوجك هتقولي اصل المسائل خدت منحة تاني ولا منحة تاني ولا منحة تالت هي كل الحكاية الستة عايزة تأمنك هي اسرع حد ممكن يقول لا 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 تتغيرت بطريقة اتغيرت تغير تاني الرجالة ممكن يقول لا انا مش ناقص ان هي ترجع تاني وتعمل كده لكن مين اللي هيقنع جوزك ان انت تغيرتي والدته وزيك انا شايف ان الاحسان اليها هيفتح باب عليك كبير جدا 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 من اواب القرب من زوجك وعلى فكرة ده من حسن العشرة ومن الاحسان لزوجك ولذلك ادفع باللتي هي احسن ده شكل من اشكال قبول وعد الله سبحانه وتعالى ادفع باللتي هي احسن فاذا لدي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم فاعملي كده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح عليك وبلاش فكرة انه اتجوزني وانا بنت يعني بكر وهو كان متجوز قبل كده ومرضته توفيت بلاش يعني بلاش ده مش الحالة اللي انت فيها دي باعتباري باعتبار دي شغلتي يعني وفي الاشياء دي زواجي ده مش الوقت اللي انت تسوي فيه الدلال لكن ممكن بعد كده تتكلمي على اني انا كنت بحبك وعشان كده كذا 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 بس مش ده الوقت اللي انت ممكن تعملي فيه ده اي كلام عن ميزة نوعية ليكي عن الاخريات ستقابل بايه ستقابل بنوع من انواع العنف وتقابل بنوع من انواع التنكر وانت هتقوم عليكي نفسك تحس ان انت حصلت لك اهانة وحصلت لك عدم اعتبار وحصلت لك عدم تكريم فعشان كده ما تعمليش كده السؤال اللي بعد كده بيقول عندي سؤال يا شيخ احنا عاديين في بيت عيلة ومعايا مرات ابويا ومعايا مرات ابويا في البيت ومرات ابويا بتقسي اختي على امي وعايزة تاخد اختي من امي وامي تعبت ومرضت بسبب كده نعمل ايه دلوقتي في مرات ابويا دي وهي على طول بتدع علي ومش بتحبنا وبتقسى ابويا علي وانا بقعد ادع عليها ما شاء الله تبادل يعني تراشق بالادعية وانا بقعد ادع عليها انا كده ظلمتها ولا ايه برضو بكرر اذا كنت عايزة عايزة نتكلم انا لازم اسمع الطرفين لان انت تتكلم عن طرف عمل حاجة وانت مفسرها ان هو كده ظلمك يعني بس اقولك على سبيل المثال ليه ما نقولش ان امرات ابوكي بتتقرب لولدك عن طريق اختك ودي الاخت الوحيدة اللي فتح لها الباب ان هي تعيش معاكم احنا دلوقتي بنتكلم على حالة ان في زوجتين لولدك الزوجة الاولانية هي امك روحك وانتي منتمية اليها كل الانتماء بس ما ينفعش ان الزوجة التانية اللي والدك اختارها ويكون اي اساءة ليها بتوصل مباشرة ان هي اساءة لولدك ما ينفعش ان احنا نحول البيت الى خندقين انتي ووالدتك وباباكي ومرات ابوكي وكمان عتحط اختك معاه لا 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 خالص احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة خالص ان احنا نطمن امنا ان احنا بنحفظ داع على حياتها اني واضح ان والدك مش داخل في اختيار ما بين مراته وما بين ممتك اللي اتنين اتنين ازواجه هو مش داخل في هذا الاختيار ده وراته باني اتنين يكونوا موجودين فالحكمة بتقتضي ايه ان انتي ببساطة خالص تخلي والدك حاسس ان امك ما بتعكرش عليه حياته ولا بتدايقه ولا ان هي بتوصفه بانه راجل مش مخلص ولا راجل سيء لان ده اللي حال اللي احنا فيه ده انا عارف ان احنا عندنا يعني هم بيقولوا ان تمانين في المية من الزوجات اللي جوزها بتجوزها لا تتقبل هذا الموضوع بس ليه زو ليه ممتك ما تكونش من من عشرين في المية عشان البيت يفضل اذا كنت انت عايز البيت اذا كنت عايز البيت يفضل ممتك وبباكي الاتنين في نفس البيت ليه ما نحاولش بقدر الامكان ان احنا نتعامل مع هذا الواقع لنتجنب اكبر خسائر ونزاك احنا محتاجين شيء من الحكمة ايه الحكمة انك تدير العلاقة ما بين والدتك وما بين والدك في ظل وجود مراته عشان ما تضطريش والدك ان هو يختار ما بين والدتك وما بين مراته فنعمل ايه نكون عندنا حكمة في ادارة عذا الحال ايه الحكمة ان الواقع ان والدك متزاوج اتنين والدتك ومراته التانية فده واقع ممكن ننكره وقول ان الواقع دوت ما يلزمناش بس احنا عندنا الواقع اللي لا يلتفع طب انت لو حبيتي تأسي قلب ابوك على مراته دي وهو ما كانش ما كانش فيه مبرر اللي ده انت لن تكوني سالمة من الظلم انت بتقول ان هي بتدع عليكي وانت كمان بتدع عليها انا شايف ان هي لو بتدع عليكي وهي ظلمكي توقفي عن الدعاء عليها وعملي ايه ودع النفسك لو هي بتظلمك اشتكي الى الله سبحانه وتعالى ودع النفسك لانه قال له حضرت النبي قال له واجتني بدعوة المظلوم فانها ليست بينها وبين الله حجاب فانت عندك فرصة ان انت تدع النفسك فما تضيعيش انت ايه فرصتك دي ودعائك سيكون دعاء مستجاب لانه دعاء مظلوم فدع النفسك وخليكي زكية في التعامل مع مولاكي سبحانه وتعالى يا سادة حالا تكلمنا النهاردة عن اعمدة التدين المصري عن الهوية الدينية المصرية تكلمنا عن سبعة اعمدة عن ان التدين المصري ده والتدين رحمة وعشان كده هو تدين زي ما بيقوله كده تدين حنين وان التدين تدين تدين الالفة والودودية وعشان كده هو تدين عشري وان التدين ده عنده حب خاص لله ورسوله ان شاء الله عليه وآله وسلم وعشان كده هو تدين العاشقين والتدين ده ما شاء الله تدين في حاجة رائعة وان التدين ده تدين بهجة بهجة فرح وعشان كده هو تدين الناس اللي بتحب الله ورسوله كمان التدين ده كمان تدين ابتكار وابداع وعشان كده هتلاقي حاجات كتير موجودة في تدين المصريين مليان ابتكار وابداع وكمان هتلاقي التدين ده مليان وسع لأنه بيقبل التنوع وبيقبل الثقافات وبيقبل كمان الأديان وبيقبل المذا deaf فحاجة مما يفتخر بها المصريين إن عندنا مذاهب الأربعة وده وتم يعنيش إننا عندنا سمة إننا بنقبل كل هذا التنوع وعشان كده خلينا نكون حريصين على إننا نحافظ على السمات التدين ده ونعلم بيها ونعمل دورات تدريبية للدعاء ونعمل دورات تدريبية لطلبة المدارس وكمان طلبة الجامعات ونقول لهم إزاي إن السمات السبعة دي خلت المجتمع ده بيتحقق فيه نبوءة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رباط إلى يوم القيام يا رب اجعل مددك لنا على الدوام واجعله يا ربنا يجعلنا في أمان وفي تماسك نحافظ على الأنوار التي صارت في ديننا وصارت في تديننا فنزداد تماسكا ونزداد شكرا لنعمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أكرمنا بدوام الألفة والتماسك والرباط الذي جعلته بيننا بنورك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين شكرا للمشاهدة أ Sonic اشتركوا في القناة